الأمير محمد من الكويت انطلق جدك ومعها بدأت شراكة المصير افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله مرحبا بك في البلد الذي انطلق منه جدك لوحدة دولة العظيمة التي هي اليوم المملكة العربية السعودية هذه القارة مترامية الأطراف ومرحبا بك في البلد الذي تحرر من غزو عراقي بفضل جهود المملكة شعبا وقيادة وفي مقدمهم عمك المغفور له الملك فهد بن عبد العزيز إذ لول ما فعلته بلادكم وهو نتيجة طبيعية لشراكة المصير التاريخية لكن اليوم تحت احتلال دولة يتحكم بها نظام عدواني قمعي شرير مرحبا بك أيها الأمير الشاب الذي يحمل طموحات كبيرة لمستقبل الشقيقة الكبرى قاطرة الاقتصاد والاستقرار في الإقليم ولهذا نشعر أن من واجبنا متابعة كل ما يحدث فيها نحلل تصريحات قادتها وقراراتهم ونتابع إجراءاتهم وبخاصة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم ومنذ آلت إليك ولاية العهد وما أحدثه من تغيير في السعودية نتابع السلبيات والإيجابيات وفي كل ذلك وجدنا أنفسنا أمام دولة دخلت سريعا القرن الحادي والعشرين بعدما كانت لزمن تعيش في الماضي الأمير محمد منذ ثلاث سنوات ولأسيما السنة الأخيرة تابعنا عن كثب خطواتك في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وذلك لانفتاح الحضري الكبير على العصر ومتطلباته وفي هذه المسيرة كنا نخشى العثرات بل خشين أكثر ألا تهتم لمتابعتها لأن عدم المتابعة هو أم العثرات فعلا اتخذتم إجراءات كبيرة والأعظم أنكم تقفون عند العثرات تذللونها وتصلحون ما يحتاج إلى إصلاح نعم كان هناك عثرات في هذه المسيرة منها السعودة والرسوم ومحاربة التستر وبعض القضايا الاقتصادية الأخرى لكن ما يبعث الاطمأنان في النفوس أنكم تستمعون لمن طبقتم عليهم الإجراءات والقوانين ولو أن البعض منهم يأخذه الحياء في أن يقول الحقيقة أو يناقش بما يشعر وللأسف هذا يعني أنه يخفي ربما فكرة تزيد من التقدم أو الوصول إلى أمر يبعث الراحة في النفوس أكثر الأمير محمد في أدبيات العرب الحاكم العادل هو من غلب عدله ظلمة وأنت بلا شك من أولئك الحكام إنما المهم أن تفتح نوافذ مكتبك وأبواب قلبك وأن لا تتيح للسدنة أو الحماة أن يبنوا بينك وبين من تحكمهم بالعدل حاجزا زجاجيا إذ حينها ستراهم ولكنك لن تسمعهم وهم يرونك وليسمعوك نعود ونرحب بك في بلدك الثاني الكويت واعذرنا إذا أعلننا عن هواجسنا التي مبعثها الخوف على بلد تعيش المنطقة في ظله بلا شك ستطمئننا لو شرحت ما تأثيرات حرب اليمن على اقتصاد المنطقة وهل هو ذو تأثير سلبي أم لا وأن تخبرنا ماذا لو لم نخد تلك الحرب هل كنا من الرابحين أو سيكون غيرنا الرابح نعم هناك من يعرف الفرق ويعرف أكثر أننا من الرابحين لكن ثمة من لا يزال لا يدرك هذا وهؤلاء يريدون أن يسمعوا منكم الجواب عن الأسئلة التي تزيد من الاطمئنان الأمير محمد لقد شجعنا والدكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على أن نضع أمامه هواجسنا ومواقفنا بلا خوف حين قال رحم الله من أهدى إلي عيوبي إذا رأيتم أي شيء يضر بدينكم أو وطنكم أو مواطنيكم فالله يحييكم وأصدقك القول إننا نتحدث عن عيوب ربما لم تكن منظورة ونتحدث عن هواجس ونطرح أسئلة تخطر على بال المراقبين لأن المملكة كما أسلفنا هي الشقيقة الكبرى وكل شعوب الخليج قبل شعبكم فرحت بالإجراءات التي اتخذت وكلها تنظر بعين الإكبار إلى الطريقة الصحيحة التي أرسيتموها في محاربة الفساد والرشوة في المملكة إذ ما كان أحد لينجح فيها إذا لم يرفع العصى الغليظة ويسبر أغوار الفساد كي ينظف الدولة من دون التبجح بالقوانين واللغو والتنظير العالم كله يتحدث عن الفساد منذ عهد الدولة الرومانية وكل تلك الأحاديث تنتهي إلى لا شيء بل تنتهي إلى قتل النواطير وليس أكل العنب ولك أن تشهد من يتحدثون عن محاربة الفساد ولم يفعلوا شيئا إنما أسقطوا أشخاصا في التهم الزائفة ولم يرد إلى خزائن الدول فلسا واحدا لكن ثم تمن اختار إعادة بناء الدولة وتطغيرها من الفاسدين مقدما مصلحتها على مصلحته الشخصية وفي هذا الشأن كلنا نذكر ليكوانيو الذي رأى أن الأفضل لبلاده أن يبني الدولة ولا يكون من الفاسدين يكتنز المال على حساب مستقبل شعبه وفي غضون سنوات قليلة حول سنجافورة أكبر مركز مالي في العالم وتغذي كل شرق آسيا بالطاقات الخلاقة وجعلها مركزا لصناعة العقول والإدارة المتقدمة وهذا ما تفعلونه منذ بدأتم في تطهير المملكة من الفاسدين الأمير محمد بصفتي من أبناء هذا الإقليم الذي تهم شعوبه أي خطوة تتخذها قيادة المملكة من أجل مصلحة شعبها وشعوب الإقليم ككل أعيد التأكيد على الضرورة أن تفتح أبواب قلبك لنا لنقول ما نشعر به وأن تكون ولي عهد ميداني تماما مثل مكان العظام الذين بنوا بلدانهم وأن تبعد أولئك الذين يبعدون الناس عنكم لأنهم في نهاية المطاف لن يتحملوا المسؤولية وسيرمونها عليكم في تاريخ الدول يتحدثون عن القادة الذين أبوابهم مشرعة لكل طارق يسمعون منه ويسمعوا منهم فربما هناك كلمة أو ملاحظة تهدي إلى أمر عظيم في بلادكم العظيمة يا سمو الأمير فرص نهوض تبهر الأبصار وكل ما تحتاجه أن يتم تسويقها بشكل جيد إضافة إلى تطوير بعض القوانين تماما كما هي الحال في الدول التي تمثل حاليا أهمية اقتصادية كبرى لا يمكن مثلا الحديث عن نهوض ولا تزال هناك بعض الظواهر السلبية التي تؤخر المجتمع ومنها التجارة بالدم فهذه الظاهرة رغم كل المعالجات تحتاج إلى قرار جريء لأنها أصبحت محل تندر في العالم كذلك لا يمكن للاستثمار أن ينجح مدام هناك عوائق مثل حبس مدين تخطى الستين من العمر على مبلغ زهيد فيما هو من أبناء البلد بينما في غالبية دول العالم خصوصا تلك التي تحفز على المبادرة الفردية وتسعى إلى تطوير اقتصاداتها لا تطبق عقوبات السجن في القضايا التجارية التي تعتبر مدنية بحت الأمير محمد ما تقدم أسطر نابعة من قلب محب للمملكة والخليج وقادته ولكم ترجمة نانسي قنقر